السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في هذا الفيديو سأقوم بتكملة شرح تدريبات الدوسية على قواعد التأسيس طبعا شرحنا سابقا بالتفصيل قواعد التأسيس طبعا توقفنا عند الصفحة الرابعة التدريب الأول هو مطلوب أن نقوم بتمييز الجملة الإسمية من الجملة الفعلية وأن نقوم بتحديد أركان كل جملة طبعا بالنسبة للجملة الرابعة فهذه الجملة محذوفة غير مطلوبة من الطالب ننتقل إلى الجملة التي تليها وهي حفظة الولد القرآن نلاحظ هنا أن هذه الجملة هل هي جملة فعلية أم اسمية مباشرة ننظر إلى أول كلمة في هذه الجملة الكلمة الأولى في هذه الجملة وهي حفظة فهل حفظة هي اسم أم فعل نلاحظ أن حفظة هي عبارة عن فعل لأن حفظة هي تدل على حدث أو على فعل أو على شيء صار اقترن بزمن وأيضا بالنسبة لحفظة هي لا تقبل أل التعريف ولا حتى تقبل التنوين إذن حفظة عبارة عن فعل وهذه الجملة هي بدأت بفعل إذن هذه الجملة هي جملة فعلية إذن نكتب أنها جملة فعلية نقوم بكتابة أنها جملة فعلية طبعا سنقوم بتحديد الأركان سنقوم بتحديد ماذا؟ سنقوم بتحديد الأركان طبعا بالنسبة لأركان الجملة الفعلية كما قلنا سابقا أنه تحتوي على فعل وفاعل وقد تحتاج إلى مفعول به طبعا يعني ممكن يكون في عندي مفعول به ويمكن ما يكون موجود المفعول به طبعا بالنسبة للركن الأول اللي هو الفعل والفعل هون عندنا اللي هو حفظة إذن ركن الأول اللي هو الفعل وعندي حفظة مين قام بهذا الفعل؟ وين هون الفاعل؟ الفعل هو الاسم الذي قام بالفعل هو من قام بالفعل اللي هو الولد مين هو اللي حفظ اللي هو الولد؟ إذن الولد رح يكون هو الفاعل طيب هل يوجد لدينا هنا في هذه الجملة مفعول به طيب ماذا حفظ الولد تكون الإجابة القرآن ودائما المفعول به ويكون إجابة عن السؤال ماذا وأيضا أنه المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل من الاسم اللي وقع عليه الفعل هو القرآن إذن القرآن إذن بنسبة للقرآن رح تكون مفعول به طيب ننتقل لجملة الأخيرة في هذا التدريب وهي حديقة البيت واسعة طبعا بالنسبة لهذه الجملة نلاحظ أن الكلمة الأولى في هذه الجملة وهي حديقة إذن الكلمة الأولى في هذه الجملة هي حديقة طب حديقة هل هي اسم أنفعل نلاحظ أن حديقة هي عبارة عن اسم إذن هذه الجملة هي جملة اسمية إذن نقوم بكتابة أن هذه الجملة هي جملة ماذا هي جملة اسمية نقوم بالكتابة أن هذه الجملة هي جملة اسمية طبعا نريد أن نقوم بتحديد الأركان طبعا كما قلنا سابقا أن جملة اسمية هي تتكون من مبتدأ وأيضا تتكون من خبر طبعا الاسم الذي يأتي في بداية الجملة الاسمية دائما يكون مبتدأ إذن حديقة ستكون هي المبتدأ إذن حديقة ستكون هي المبتدأ طيب الخبر هو شو بيخبرني عن المبتدأ عندما نقول مثلا حديقة طيب ما لها هاي الحديقة عندما أقول حديقة البيتي طيب الطالب رح يحكي لي برضو شو ما لها حديقة البيتي عندما نقول واسعة هون إحنا شو خبرني عن المبتدأ أنا لما حكالي واسعة بطل أو توقفت التساؤلات لعند الطالب فمعناته هون رح تكون الواسعة هي خبر إذن واسعة رح تكون هي الخبر طبعاً ننتقل للتدريب الذي يلي اللي هو التدريب الموجود عند إعراب الفعل في الدوسية طبعاً في الصفحة السابعة اللي هو تدريب واحد طبعاً مطلوب أن نقوم بتمييز الفعل الماضي من الفعل المضارع من الفعل الأمر فيما تحته خط مطلوب من الطالب أن يقوم بتمييز الفعل الماضي من الفعل المضارع من الفعل الأمر كما قلنا سابقا الفعل الماضي هو يدل على شيء أو على حدث حصل وانتهى في الزمن الماضي أما بالنسبة للفعل المضارع هو بدلنا على الحدث أو شيء ما زال يعني مستمر أو يحصل خلال زمن التكلم أو يجري في الزمن الحالي أما بالنسبة للفعل الأمر هو يراد به طلب القيام بالشيء يراد به طلب القيام بالشيء طبعا عندما نقول جملة الأولى يجر الحصان العجلة يجر الحصان العجلة نلاحظ هنا أن يجر الحصان العجلة هذا الفعل هل هو ماضي أم مضارع أم أمر يجر بدلنا على شيء ما زال مستمر أو لساته يجري في الزمن الحالي أو خلال زمن التكلم معناته رح يكون عندي فعل ماذا فعل مضارع فعل مضارع ننتقل للجملة التي تليها وهي صنع النجار كرسيا صنع الفعل هم بحكي لي أنه هو صنع وخلص بدلني على إشي حدث وماذا حدث وانتهى إذن بالنسبة لصنع هي عبارة عن فعل ماذا فعل ماضن إذن عبارة عن فعل ماضن ننتقل للجملة الأخيرة وهي تمهل في السير نلاحظ أن الفعل تمهل هل هو ماضن أم مضارع أم أمر نلاحظ أن هذا الفعل يراد به طلب القيام بالشيء تمهل إذن هو يراد به طلب القيام بالشيء إذن سيكون فعل ماذا فعل أمر إذن يكون عبارة عن فعل أمر ننتقل للتدريب الذي يليه مطلوب أعرب ما تحته خطف جمل الآتية طبعا خطوة أولى في الإعراب أن نقوم بتحديد نوع الجملة هل هي جملة فعلية أم جملة اسمية طبعا بالنسبة للجملة الأولى وهي أبصر الرجل الهلالة نلاحظ أن هذه الجملة هي جملة فعلية لأنها مبدوئة بفعل هو أبصر طيب هل هذا الفعل ماضن أم مضارع أم أمر أبصر وخلص إذن بدلنا عاشي حدث وانتهى إذن هي عبارة عن فعل ماضن إذن عبارة عن فعل ماذا عبارة عن فعل ماضن طبعا الفعل الماضي كما قلنا سابقا فعل ماضن يأتي دائما ماذا دائما مبني إذن الفعل الماضي دائما يأتي مبني طب مبني على الفتحة واللي على السكون والعضمة شرحناها سابقا بالتفصيل انه يعني بيكون مبني على حركة اخر حرف بالفعل بالفعل الاساسي طبعا شرحت سابقا انه الفعل يمكن يتصل بضمائر انا بدي انتبه انه اه يعني حركة اخر حرف بالفعل ايش الاصلي طبعا هون اخر حرف اللي هو الراء معناته شو لفظته ابصرة فتحة معناته الحكومة فعل ماضي مبني على ماذا مبني على الفتحة او مبني على الفتح طبعا بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل نلاحظ هنا ابصر الرجل الهلالة مين اللي قام بهذا الفعل مين هو اللي ابصر اللي هو الرجل معناته الرجل رح تكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا الضم فاعل مرفوع علامة رفعه الضم طبعا ماذا أبصر الرجل أو إيش الإسم اللي وقع عليه الفعل شو أبصر أو ماذا أبصر رح تكون عندي الهلالة معناته الهلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا الفتحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ننتقل لجملة التي تليها وهي العب بالكرة طبعا العب بلاحظة أن هاي جملة جملة فعلية بدأت بفعل هو العب ونلاحظ أن الفعل هنا يراد به طلب القيام بالشيء إذن هو فعل أمر إذن العب إذن العب هي عبارة عن شو فعل أمر وكما قلنا سابقا فعل أمر مبني دائما مبني طبعا هون لدينا مبني على السكون هون جاء لدينا مبني على السكون مبني على ماذا مبني على السكون طبعا كما قلنا سابقا أنه لا يوجد فعل من غير فاعل لا يوجد فعل من غير فاعل طبعا إذا ما كان الفاعل موجود مستحيل يجي عندي فعل من غير فاعل سيكون الفاعل ضمير مستتر الفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا تقديره أنت تقديره أنت طبعا بالكرة الباء حرف جر الباء الباء هي عبارة عن حرف جر ورح يكون الكرة اسم مجرور لأنه دائما حروف الجر بعدها اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره ماذا الكثرة اسم مجرور وعلامة جره الكثرة ننتقل للجملة التي تليها يشرح المعلم الدرسة يشرح المعلم الدرسة طبعا نلاحظ هنا أن هذه الجملة هي جملة فعلية بدأت بفعل وهو يشرح طيب هذا الفعل هل هو ماضي أم مضارع أم أمر نلاحظ أنه يشرح بذلنا على إشي ما زال مستمر يجري في الزمن الحالي خلال زمن التكلم لسه ما انتهى رح معناته يكون عندي يشرح هي عبارة عن فعل ماذا فعل مضارع إذن يشرح فعل مضارع واتفقنا أن الفعل مضارع قد يأتي مرفوع أو منصوب أو مجزوم طيب فهنا نلاحظ أنه لم يسبق لا بحرف نصب ولا حتى بحرف جزم إذن رح يكون عندنا فعل مضارع مرفوع طبعا وعلامة رفعه الضمة وعلامة رفعه ماذا الضمة طبعا مين هو اللي قام بالفعل مين هو اللي بشرح اللي هو المعلم سيكون عندي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا الضمة طبعا ماذا يشرح المعلم أو مين الاسم اللي وقع عليه فعل الفاعل رح يكون عندي اللي هو الدرسة هو اللي وقع عليه الفعل إنه شرحه المعلم إذن الدرسة مفعول به واتفقنا المفعول به دائما منصوب وهون إيش علامة نصبه الفتحة بمنصوب وعلامة نصبه ماذا الفتحة ننتقل للجملة التي تليها وهي أريد أن يحضر أبي مطلوب هون أن نقوم بإعراب أريده وأن ويحضر طبعا أريده نلاحظ أن هذه جملة جملة فعلية بدأت بفعل وهو أريده وهذا الفعل هل هو ماضن أم مضارع أم أمل نلاحظ أنه بدلنا على إشي بحدث في الزمن الحالي أريده إذن هو فعل مضارع إذن أريده هي عبارة عن ماذا فعل مضارع نلاحظ أنه غير مسبوك لا بحرف نصب ولا حتى حرف جزم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة أريده طبعا كما قلنا سابقا لا يوجد لدينا فعل من غير فاعل فالفاعل هنا رح يكون ضمير مستتر والفاعل ضمير والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنا طبعا كيف يعرفنا أنه تقديره أنا من خلال التجربة نقول أريد أنا لا نقول أريد أنت أريد نحن أريد أنا هي الأنسب طبعا تقديره رح يكون أي ضمير من الضمائر المنفصلة تمام لا نستطيع أن نقول أريد هو أريد هي أريد أنا طبعا أن كما قلنا سابقا أن عبارة عن حرف نصب ويحضر نلاحظ أنها نلاحظ أن يحضر هي عبارة عن فعل مضارع فعل ماذا فعل مضارع والفعل المضارع هنا سبقا بأنه أن حرف نصب إذن سيكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا الفتحة فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة ننتقل للجملة التي تليها وهي تطوعت في الجيش كي أدافع عن الوطن طبعا مطلوب من أن نقوم بإعراب هذه الجملة تطوعت تطوعت طبعا بالنسبة لهذه الجملة هي جملة فعلية لأنها بدأت بماذا إنها بدأت بفعل طبعا تطوعت وخلصت بدلنا إشي حدث وانتهى إذن هي عبارة عن ماذا عن فعل ماضن تطوعت فعل ماضن طبعا الفعل الماضي دائما رح يكون هنا مبني طبعا هون مبني على شو حسب حركة آخر حرف بالفعل طبعا الفعل هو أصلا تطوع أو تطوع معناته آخر حرف هو العين هنا التاء هنا التاء يجت عندي ضمير متصل اتصل فيه تمام إذن هنا التاء ضمير متصل أنا دائما زي ما تعلمنا حسب حركة آخر حرف بالفعل تمام إذن فعل ماضي مبني على ماذا على السكون مبني على السكون لأنه آخر حرف أصلا عندي العين مش التاء طبعا الفاعل هون اللي هو التاء التاء ضمير متصل مبني في محل رفع ماذا في محل رفع فاعل طبعا في عنا هون حرف جر والجيش اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره ماذا وعلامة جره الكسرة كي هي عبارة عن ماذا عن حرف نصب كما قلنا سابقا كي حرف نصب نلاحظ أن أدافع أدافع هي عبارة عن فعل مضارع ومسبوق بحرف نصب إذن سيكون منصوب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا علامة نصبه الفتحة ننتقل للجملة التي تليها وهي لا تقل ما يعيبك طبعا نلاحظ هنا أن هذه هل هي لا نافية أم لا ناهية هنا يقول لا تقل إذن يفيد الكاف أو التوقف عن القيام بهذا الحدث إذن هنا هذه لا هي لا الناهية شرحناها السابقان كيف نميزها عن لا النافية وهنا تقل هي عبارة عن فعل مضارع تقل فعل مضارع طبعا هنا كما قلنا سابقا أنها حرف حرف جزم هي عبارة عن حرف جزم فعل مضارع وسبق بحرف جزم إذن سيكون مجزوم وعلامة جزمه ماذا السكون طبعا نسمة لا الجملة الأخيرة وهي لتحترم لتحترم الآخرين نلاحظ أن تحترم هي عبارة عن فعل مضارع وهو مسبوق بحرف اللام وهذه اللام هي لام الأمر وكأنني أقول له احترم الآخرين إذن اللام هي لام الأمر واتفقنا أنها هي حرف جزم وتحترم هي عبارة عن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا وعلامة جزمه السكون ننتقل للتدريب الثالث مطلوب حدد الفعل والمفعول به في جملتين الآتيتين يحرث الثور الأرض يحرث هي عبارة عن فعل مين اللي قام بهذا الفعل مين هو اللي قام بهذا الفعل اللي هو الثور الثور ومين اللي وقع عليه الفعل أو ماذا يحرث الثور رح يكون عندي الإجابة الأرض طبعا ألقى الشاعر وقصيدة ألقى هي عبارة عن فعل مين هو اللي ألقى مين اللي قام بهذا الفعل هو الشاعر ماذا ألقى الشاعر قصيدة لأن المفعول به بسأل عنه بشوه بس أخدم ماذا أو مين الاسم اللي وقع عليه فعل الفاعل ننتقل للتدريب الذي يلي وهو اضبط ما تحته خط كما قلنا سابقا لن أعمل عملا سيئا ولاحظ أعمله عبارة عن فعل وهذا الفعل مضارع ومسبوق بلن ولن حرف نصب معناته منصوب وعلامة نصبه الفتحة ليش الفتحة لأنه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة يسمع فعل مضارع ومسبوق بلم ولم حرف جزم طيب رح يكون فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون طبعا خالد هي عبارة عن الفاعل فمرفوع علامة رفعه الضمة الدرس هي عبارة عن مفعول به منصوب علامة نص به الفتحة تمام؟ ادرس لتنجح ادرس عبارة عن فعل أمر مبني على شو رح يكون مبني على السكون لتنجحها هاي بنلاحظ انه تنجح فعل مضارع وهاي اللام هي لام التعليل بنستطيع ان نقول ادرس كي تنجح او ادرس حتى تنجح بيانت لي السبب ولام التعليل هي عبارة عن حرف نصف فمعناته بعدها فعل مضارع منصوب وعلامة نص به الفتحة دائما سؤال الضبط حسب موقع الكلمة في الاعراب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر